هنا في الصقلاوية الناحية الأكبر والأقرب إلى الفلوجة الشوارع والطرقات فيها تشهد إعادة إعمار وتأهيل ضمن مشاريع إعادة إعمار المناطق المحررة التي تستهدف البنى التحتية المدمرة في الناحية الصقلاوية هي منطقة صد بين القوات الأمنية وقوات الداعش الإرهابية حقيقة نسبة الدمار كان فيها عالي جدا ولكن بسبب الاستقرار الأمني في هذه الناحية وبجهود القوات الأمنية وقوات الحجد الشعبي والقوات الحجد العشائري وبالتعاون مع الإدارة المحلية انعكسها على تقديم الخدمات في عمومنا حصة صقلاوية أكثر من 15 مشروعا خدميا يتم تنفيذها في الناحية ومن موازنات متعددة أبرزها موازنة تنمية الأقاليم وكلها ضمن فترات زمنية محددة غير قابلة للتمديد المواطن هنا في الصقلاوية يخشى حلول موسم الشتاء من دون إنجاز المشاريع موضحا أن أي تأخر في إكمالها سيسبب معاناة للأهالي نطالب إنجاز المشاريع بأسرع وقت قبل حلول المطاطق دعا من تمطر هذا فصل الشتاء تفيض هذه الشتاء الصيرطينة هاي ما يتم مشيبهات لا طالب يقدر يروح لمدرسة لا موظف يروح لدائرته وشوفها شوفت عينكتة هاي الشوارع شوفها هاي الشارع ما الناحية هاي الصقلاوية المنكوبة بأبنائها تشهد اليوم حركة إعادة إعمار في أغلب القطاعات الخدمية وأهالي الناحية يطالبون بسرعة إنجاز المشاريع قبل حلول موسم الشتاء لقناة الفلوجة السلام خالد الأنبار